بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء وقال وزير الداخلية في برقيته إن النضال والكفاح الوطني لا يقف عند حد ساحات المعارك وإنما يمتد إلى كل عمل مخلص وإرادة صلبة تتواصل مع عهد يتجدد على البذل والعطاء والتضحية لدفع مسيرة الوطن نحو التقدم والاستقرار كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء وقال وزير الداخلية في برقيته إن المؤسسة العسكرية تظل رمزا للتحدي والصمود والعطاء ذودا عن الوطن والعرض ومهدا للتضحية من أجل رفعة الوطن واستقلاله ترجمة نانسي قنقر